السلام عليكم. مرحبا بكم معي فيديو جديد. أنا جيت نايا في الأشياء. أصباق السلام لدينا مدينة الطيبات. إن شاء الله نكون الخميس والجمعة والسبت والحد. إن شاء الله نكونهم بعيام. تبارك الله من شاء الله خمسين سطون اللي كان عندنا. ولا أكثر تبارك الله كين مفاجآت. كين شي حواش زوين إن شاء الله. تبارك الله. غادي تشوف معي كل شي في الفيديو اللي منهور هذا إن شاء الله. كانتمنى منكم أن تشرفون هذا النهار إن شاء الله بإذن الله تعالى. وكان حقيقي أسواق السلام. كان شكر أسواق السلام على هذه المبادرة التي تدير. بالنسبة لي سائل المكافحات. وكان نتمنى لها عيد ميلاد سعيد. مناسبة 25 عام على تلتاح أسواق السلام. وميلاد ستكون لكم أسواق السلام. مرحبا بكم معنا. خميس الجمعة. سبت الحب. وهذه كانت واحد لكم من دل واحد العرس. كنا أخدمناها هذا السبت هذا. بحل هذه المملحة اللي سنجيب لكم إن شاء الله الأسواق السلام. وعندنا عشرة الأنواع دي اللي صالي. باقي مساط اللي حوت. باقي السيجاة أو خوماج. ستشوفوا معي في آخر الفيديو. يعني سبارك الله عشرة الأنواع المملحات سيكونون غدة. بإذن الله في أسواق السلام حي الفتح مدينة الريباط. ندخلوا الفيديو دينا. ستشوفوا معي. هذا اللي شو الصون. هذا واعرين بواحد العجينة. لابنة واحد اللي حوش واسهلة. ولكن ما غير نحط مشكم في الفيديو هذا. حيث غير شوية طويل. سنحط لكم فيديو مقبل إن شاء الله. هذا وهذا واعرين. هذا طارت بريوش. قريبا سهلين. أنتم ستشوفوا معي كيف يأتيوا من الداخل. بتفاحة حاجة زوينة. وهذه الكيكة دي الجزار. ذي الخيزة واعرة. ستشوفوا معي بطريقة ديالي. نشاء الله. نشوفوا لي على هذا طارت بريوش. مشاهدة بريوش. نشوفوا في الفيديو. معروف نست شاهدوا في السكر. تضعوا في التفاح وبدأوا. خطرين في الخيزة. ومثلث ناجحة عن تركيكة اللي ناجحة. يجب عليكم المستقبل. مرحبا بكم معي. أول شيء من المستشفى للخيزة. هذا الكيكة الرائعة. لديك زوينة مع طارت صراحة. من كبيرة أو أراح بلا أرواح. مختلفت في الماضيق والزوينة. ستشوفوا معي بريوش. الحجم كبير. و هناك الكأس و نصف سكر و خاشين اخلق كأس و كأس و كأس و كأس و كأس هناك خليط ملابين الزبدة و الزيت إذا فأخلقت بإضافة زيتا فإن يمكنك التلوير ولكن الزبدة تحتاج معي مزقران الزبدة هناك الكأس و القربة و القربة يمكنك التلوير فيها الزجابي لشكل كثير سوف نرى الجزر محكوك في الحكاكة الرقيقة حتى يطلق الماء سوف نقوم بـ 250 جرام سوف نقوم بـ 250 جرام الجزر و بالنسبة للدقيقة سوف نستعمل فقط جوج الكؤس سوف نقوم بـ 200 جرام الجزر سوف نحتاج ثلاثة الخمارات من فئة 8 جرام بالنسبة للطريقة سهلة سوف نأخذ ثلاثة البيضات كما عودتكم سوف نقوم بخفيفة في الخلط كاربائم كما نقوم بخفيفة مرتفع المره الثالثة سوف نحبط الدراجة للخلط ومن بعد سوف نضيف القرفة القرفة تأتي هائلة القرفة تأتي مع القرصة صغيرة من بعد سوف نحبسه هنا سوف نأخذ الجزر كمثل 250 جرام ونضيف جوجة الكوس الدقيق الأبيض مع قليلة الملحة ومع ثلاثة الخمارات من فئة 8 جرام في هذا الأثناء من يضيف الخمارة هنا سوف نكون لدينا الفران لدينا الفران للكهربائي على 180 درجة لكم تعرفين في الخدمة لدينا الفران لدينا فران لدينا فران القصر يشعله لكي يسخن على درجة حرارة حرارة ميلا مهم كل واحد وفران لدينا فران القصر لدينا الفران القصر ونشاهده في أي فيديو لدينا الكيكة سوف نشارح الطريقة القصر ممكن ترجعون لها أو لدينا فران القصر مبغي تفاصيل أكثر سوف نضيف فيديو في يوتيوب على طريقة طيبة كيكة لكم في الفرن الكهربائي بجميع الأنواع نضيف في تحقيق طريقة الطهيم كيكة فرن كهربائي الشيف سعاد سوف أعطيكم فيديو ونرى الخليط كيف يكون لدينا الخليط خفيف لأنه لدينا الكيكة لا يوجد المنهائي لدينا الكيكة لدينا الكيكة لدينا الكيكة لدينا الكيكة وإذا أردت أن تقوم بإطار صغر من هذا فإن تقوم بإطار صغر من هذا ونقوم بإطار صغر من هذا ونقوم بإطار صغر من هذا ونعمروا الكريمة التي سوف نشاركها معكم مهم كل واحدة ونطأنا بعدها كيكة من هذا لدينا الكيكة لن تكون طبقة غليدة لنحسن بالمضاء سوف ندخله ونفران سخون على 180 درجة تقريبا يجده 25 دقيقة ومع مرة نحل الفران على الكيكة لدينا حتى 20 دقيقة لن يهبط لنا والخميرة دائماً خميرة الحلوية تكون جديدة لا تكون لديكم قديمة في البلاكار وتجبدوها وتخدمو بها لن يخرج الكيكة لأنها تكون بردات وإذا كانت لديكم الخميرة في حبيبات أو فيها كويرات اعرفوا أن يكونوا أكيد أن الكيكة لن يشاركوا إما تكون الخميرة بعدها إما الفران لا تقوم بإطار صغر ثالثاً أن تكونوا أكيد ومع مرحلوا لديكم الكيسان والعنباء مملؤين عن الآخر يعني ما يعديل 200 غرام هذه أسرار نجحت لكيكة لا يوجد من غيرهم ان شاء الله لديكم الكريمة بالنسبة لكيكة الكريمة أحسن كريمة كيكة ملوحة 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 كريمة لكيكة كريمة كبيمة خلال السكر بإضافة إضافة حيوان خلال ملوحة او لماذا يعادل معلقة كبيرة و اتطربوا انا صراحة مضاق الزبدة في الكريمة فسيأتي شوية تقيلة فأخليتها بحلقة قليلة خفيفة قليلة بعدما اتطربت انا اعفوا الكريمة اخرج الكيكا منفران شوفوا تبارك الله كيف هاش مهوية و تجي رائعة هنا يندهنها بالنسبة لطريقة زين تقدروا تستعملوا اي طريقة انا خديت هنا اي جازر و اتطربوا هذه القطاعات التي قمت بها لكي اعطيناها شرائط طويلة انا صراحة كنت اريد التذكر لانها ليس كثيرا ولكن ليس مشكلة ممكن تأخذوا شوية الكريمة تشتلكم شوية الكريمة و تلونوها بوحد شوية بورتقالي و تديروا هكا وريدات في الكيكا لا يمكن ان تديروا هذا هذا غير واحد لغا ببال ان هذا الكيكا هذا راديل الجازر يعني تذكير بان الكيكا دينا راديل الجازر تديروا وريدات على هذه الشكل او لكي تأخذوا الكريمة كما قلت لكم و تديروها مهم كي يبقى لكم اختيار لنسيز ما قلت لكم شوية نديروا حتى القرقع واحد خمسين جرام او لتأمين مئة جرام القرقع شوية هكا كم هرمش كي يجينم على الكيكا رائع و تقدروا تصغنوا على مكاج صافيو كنديروا ذلك القرقع كنكون شوية صخنا في الفرن كي نحيد من ذلك البرودة اللي تكون فيه و تزينو الكيكا دينا و تقدروا تزينو مهم كل واحد و تزينو و كي كنت لكم صراحة كنت نفضل ان نديرو الكريمة ملونة بشوية البورتوكالية ستجيزوينها أفضل هنا سوف نديرو المقادير بغيوش سوف نعود لكم المقادير لدينا خميرة الخبز و بودرة الحليب و لدينا حليب تصغنوا على بودرة الحليب كيلو دقيق كأس السكر خاشين كأس زيت نباتية كأس السكر كأس صغيرة الملحة و كأس صغيرة الملحة و كأس صغيرة الحليب كأس صغيرة ورقع و لنضيف محطة لكم طرف الزبدة نضيفه في الاخير ان شاء الله سوف ترونه معي ولكن لا تتعرف ايضاً في الفيديو نضيفه و بالنسبة ل الخميرة الخبز تماره خميرة فورية استعملت 16 جرام الخميرة فورية يعني ما يعادل بالنسبة للناس اللي بغيين عبروغي بالكاست العنبرة نضيفه في كيلو دقيق نضيفه الخميرة هذه الخميرة خاصة بالخبز حتى بلحل بارد لكي تخمر لكم سوف نعجنه 4 دقيق و ممكن نزيده على حساب الدقيق مهم يعني بعض المرات يكون دقيق يشرب لنا فما يقدونه نضيفه نصف كاس و 4 كاس نضيفه 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 نجمعه نقطعه كل كويرة الوزن 60غ وخمت لقشوية ولكن جامعة راسة تجمع العجين على راسة تجمع العجين على الوزن 60غ تجمع العجين يجمع العجين وحيد من تجمع العجين تفاح و السكر تفاح 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 نتم enfock لهم ولا زيون تفاح بيض واحد ياغورت نضيفه مع القصغيرة الفانيلا خالط هذا نضيفه لوجه تطرط بغيوش قبل اضيفه هذا البيض يصقلونه نضيفه بالكريمة في القجدة الطارية نضيفه كل شيء يتوفر على القجدة الطارية نضيفه القجدة نضيفه القجدة اضيفه القجدة مع القصغيرة الفاني نضيفه نضيفه القجدة نضيفه القجدة نضيفه القطع نضيفه في الحفارات نضيفه القجدة اصرار نجح البريوش هو الخمير وهو ان الحليب بالحليب يكون بعض حليب لا يكون بارد من تلاجة نضيفه سخون فرار سلواجه سوف تسخون ثم نضع السكر الخاشين و نحاول نضعه من فوق تفاح و الى البريوش سوف نضعه حتى يضطاعف الحجم سوف نضع الفران على 180 درجة فران يكون سخون من قبل فران يساعده لنفخه و يخمره و يخرجون و يخرجون هذا هو من أسرار النجاح بدون محسن خبز و بدون شيء سوف نضعه منفخ و يخرجون من الدافع هذا هو الشكل و لا ترى طاعف الحجم سوف نضع الفران و سوف ننفخ و من بعد سوف نضعه في المدق رائع كنت مننا جربوا و اكتبوا لي في التعليق هذا الوصفة التي اضطت لكم اليوم هذا التيكة للجازر و هذا الوصفة التي تريد أن تجربوهم انا متأكدة سوف يعجبكم و شكرا على التيكة في الوصفة و شكرا للرسائل في الوصفة والخدمة التي اطلقتها لكم و انا ارى ان يكون مهوي كما قلت لكم ان تكون بالتخول فران بارد و تشعله و الحرارة متوسطة ارى كيف يصل من الداخل ونحن نعرف معي سوف نشاركه معكم بإذن الله اذا اضعوا في الفيديو سوف نطول عليك اما الكريكا نرى كيف تأتي كريم تشيز من الفق وكما تستطيعون التحيل من الداخل وماذا قد يكون القرفة لا يوجد باين فيها نهائيا سوف تأتي رائعة وماذا نرى قبل ان نكملها من الفق نتمنى ان شاء الله اعجبكم و بالنسبة للناس مرحبا بكم 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 السيدة التي اخذتها هذه الجازر سوف نخرجها لا تعملها بوحدة لا تعملها بوحدة على معرد كيك هلو كيك و فيها لبغيوش مرحبا بكم مرحبا بكم كنابة جميلة سوف يكون في المعرض الأسواق السلام لسيجرة الفرماج اي كومنت يتواصل معي في واتساب هذا هو ركينا في تمارا في حيل وفاق مدينة تمارا جميع انواع المملحة اي طلبية يتواصلها في واتساب مرحبا بكم كاملين ومرحبا بكم في أسواق السلام اتبعوا في الفتح وعندنا المعرض سيكون غزال بالوجود ومعرض سيكون غزال بالوجود ومعرض سيكون غزال بالوجود ونسيجة بيننا ونشوفكم وتشوفوني مرحبا بكم نتلاقوا فيديو جديد السلام عليكم ورحمة الله